قدتنا مبارح لو تكتروا تحديداً في فقرة الصحافة الرياضية كانت معنا الزميلة مريم سميح وكنا نتكلم على أهم المنشتات فكان فيه منشت جاء على جريدة الشروق لو أنا مش غلطان كانت الشروق اللي حطها العنوان ده ضحية النادي الأهلي وإحنا بتدينا الحوار بأن الله ليه ضحية النادي الأهلي وبناء على إيه هو ضحية النادي الأهلي وطبعاً لما سمعناها عرفنا منها التفاصيل وإليكم المزيد منها أعلى النادي الهلال السعودي إقالة المدير الفني الأرجنتيني لناردو جارديم بعد الربعية اللي تلقاها من النادي الأهلي في كأس العالم للأندية قرر نادي الهلال تعيين المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز كمدرب جديد خلفاً لجارديم ومن المنتظر أن يصل دياز إلى السعودية اليوم الثلاثاء لاستلام مهمته التدريبية بشكل رسمي برفقة جهازه الفني وجدير بذكر أن دياز كان فاز في فترات سابقة مع النادي الهلال بالدوري وكأس الملك كما وصل إلى نهاي دوري أبطال أسيا قبل أن يخسروا لصالح منافسه الياباني في هذا اللقاء أو في هذه المباراة وطبعاً خلاص بقى مفهوم وبقى أنه كم يوم مفهوم يعني كلمة أو وصف ضحية النادي الأهلي طبعاً مقصود بيها المدير الفني اللي أصبح سابق لفريق الهلال السعودية على يد النادي الأهلي طبعاً هو أقول لك على حاجة طبعاً أكيد المباراة الأخيرة مع النادي الأهلي كانت مخيبة ده بلسان الإعلامين السعوديين والصحف المختلفة لو حضرتكوا تابعتوا كانت مخيبة جداً ولكن لو أنت رجعت برضو بتاريخ شوية جارديم مع الهلال ربما كان هناك حماس في البداية ربما كان هناك توقعات أنه يقدر يقدم كتير مع الهلال السعودي ولكن ده على الأرض الواقع لم يحدث فدي نقطة مش فكرة بس المباراة الأخيرة دي حاجة الحاجة التانية اللي برضو تكلموا فيها قالك طيب هو أداء مخيب بس هل التوقيت ده الأفضل والأمثل ولا لا يكريم لأن تعرف دلوقتي هما لسه في الموسم يعني الموسم الجديد ده خلاص قرب فهل إحنا ننتظر لغاية انتهاء الموسم ولا نروح دلوقتي وننهي التعاقد ده كان حدث جدلي شوية مبارح تحديدا في السعودية هو تحسي بكتر من نتيجة كتقيلة بجد وضع عظيم همنا مش قادرين حتى يستنيوا ولا موسم ولا غير موسم الرجل ده لازم يتغير صحيح وبرضو بالنسبة لرامون دياز هو زي ما كريم قال هو كان مرن الهلال طبعا قبل كده ومرن الاتحاد قبل كده بس ما كانتش تجربة نكحة مع الاتحاد دي حاجة النقطة الثالثة اللي تكلموا فيها برضو كان بيقولك الهلال السعودي بيحتاج إلى برضو اهتمام بالجانب النفسي هل ده ممكن أنه هو يتوافر مع رامون دياز ولا لأ فيعني جدل كتير جدا وعايز أقولك برضو القاعدة الجمهرية هناك اتقسمت هل ده الوقت الأمثل ولا مش الوقت الأمثل هل دياز هو الاختيار الأمثل ولا مش الاختيار الأمثل بس على كل حال اللي حصل الخبر مبارح كنا منتظرين يعني جديد فيه والجديد فعلا أن تمت يعني قالت جارديم نتمنى أكيد التوفيق للهلال السعودي لأنه هو فعلا نادي قوي ومنتكلم فعلا نادي عنده طموح كبير جدا ويستحق أنه هو كمان يفوز بيعني بطولات عديدة حقيقي يستحق وزي متقال كده حد بيحاول حد بيكافى حد بيأدي فلا هو نادي أكيد كبير وتهيد وعريخ وليه تاريخ وليه جماهير ومحبين بالملايين وعلى فكرة ليه متابعين كتير من خارج المملكة العربية السعودية هل نتكلم على واحد من الفرق المهمة هو كبير أسيا فعلا يعني كبير أسيا حتى قبل المباراة قلنا كبير أسيا نلتقي مع كبير أفقية النادي الأهلي تعالوا بقى نتابع درجاتنا